حكم الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق لعلها اليومين القادمين فما زوابك بشيخ؟ والقرآن يوصي بالوالدين وبالأم والنبي صلى الله عليه وسلم سوئل من حق الناس ببرك أمك ثم أمك ثم أمك ثم فرعبها خالد ثم أبوك فالأم يفترض يكون يعني العناية بها عند المسلمين في كل وقت في الليل وفي النهار وفي يعني اليقظة وفي المنام ينبغي أن يحتفي بها ابنها ويحتفي بها تحتفي بها ذريتها هذا هو حكم الإسلام معلوم أما هذه الطريقة التي أتتم الغرب فإن الغرب عندما جعلوا يوما للأم لأن الولد لا يرى أمه إلا يوما في السنة وربما هناك من لم يرى أمه يشين سنة وبينها عشرات الكيلوات من الأمتار يعني هناك الناس في أوروبا إذا كبر الإبن وتزوج خلاص تنقضها سنة بيومه وذلك يحتاج أن يجعل لها يوما يباث لها تاحية ولا هدية ولا يقولها مبارك ولا كذا هذا كلام فارغ لأنبغي المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق النصارى ويبقى علاقتهم بينه وبين أماتهم يوما في السنة بل ينبغي أن يحتفل النسان بأبيه وبأمه في كل السنة والأعياد ليس هناك حاجة أسمها أعياد إلا الأعياد الذي ذكر الشرع وعيد الفطر وعيد الأضحى لكن العناية بالأولاد ولا بالأرامل ولا بالصغار ولا بالكبار ينبغي أن يكون في كل وقت بقدر ما يصدع الإنسان ترجمة نانسي قنقر